بسم الله الرحمن الرحيم لما في خلافة سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه خلاص دون الدواوين وأسس الدولة وأصبح له مكتبات ذهابا وإيابا إلى الدول المجاورة طيب إحنا كتبنا كتاب لدولة كذا السنة اللي فاتت وهنكتب كتاب تاني السنة دي أو جات لنا رسائل السنة اللي فاتت وجاينا رسائل تاني السنة دي طيب نميز ما بين صفر السنة اللي فاتت وصفر السنة دي بإيه أو ربيع السنة اللي فاتت وربيع السنة دي بإيه فكان لازم نعمل حاجة بقى طيب فقام مجتمع مع الصحابة والوان والله عليهم وقالهم يا جماعة إحنا عايزين نعمل حاجة عايزين نختار حاجة نعد بها السنوات فبعضهم قال بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال بالبعثة وبعضهم قال بالهجرة فسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه استحسن الهجرة قال الهجرة هي التي غيرت مسار الدعوة كانت هي أساس الدولة الإسلامية طيب فنعمل إيه السنة اللي هاجر فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى السنة الأولى الهجرية ونقعد نعد بقى إحنا بقالنا كام سنة بعد هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقالنا كذا سنة خلاص يب احنا عرفنا المكتبات بتاعت السنة اللي فاتت كانت سنة كذا من الهجرة واللي قبلها كانت سنة من الهجرة السنة دي سنة كذا من الهجرة وبدأنا نعد بالإيه من الهجرة بالسنوات الهجرية طيب نرجع بقى لهجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لما وصل إلى المدينة ربيع أول في ربيع أول ولما الناس أنشادوا بقى طالع البدر علينا وقبلوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفالات هل هذا كان يوم واحد محرم لا ده واحد محرم كان فات بقاله شهرين ده كان في شهر ايه ربيع أول جميل طيب احنا بنبدأ السنة بمحرم ليه لأن الشهور العربية بتبدأ بايه بمحرم ولكن كل ما في الموضوع إن الشهر اللي هاجر فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في السنة الأولى من الهجرة اللي هي بتبدأ من ايه من المحرم طيب إذن شهر المحرم اللي فيه عشورة كان فات بقاله شهرين وقت ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة صح كده بيبقى عشورة بتاع السنة الأولى من الهجرة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش موجود فيه في المدينة تمام السنة التانية بقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار معاش وراء على أنه فرض تمام وفي السنة دي اللي هي السنة التانية فرد شهر رمضان ولما فرد شهر رمضان نسخ صيام يوم عشراء فبقى صيام يوم عشراء تطوع من شاء صام ومن شاء يعني على سبيل الاستحباب والتطوع حاجة كده سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم النمى الوالد إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرحه بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صيام يوم عشراء ولكن بعد فرد صيام شهر رمضان أصبح صيام يوم عشراء من صيام التطوع المسنون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم